السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله في هذا البرنامج الطيب المبارك الكتاب المبين ونحن عودنا حضراتكم أن نغوص في بحر الكتاب المبين لنستخرج منه الآلئة ونستخرج منه كل ما هو خير لأن الكتاب المبين كله خير منذ أن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة هو مليء بالأسرار ومليء بالعبر ومليء بالمواعذ وهو الدستور الذي نتعلم منه وإلى يوم القيامة نعمة التثبيت هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله والحقيقة قبل أن نبدأ هذه الحلقة لابد أن أذكر نفسي وأذكر إياكم أن التثبيت هو من عند الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يقول ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وآيات كثيرة جدا في التثبيت تدل على أن السبات من عند الله عز وجل الثبات في القول والثبات في العمل والثبات في الرزق والثبات في والتوفيق في كل شيء هو من عند الله لابد أن نعلم هذا لكن علينا أن نأخذ بالأسباب وعلينا أن نتقي الله عز وجل حتى يثبتنا الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نناقش هذا الموضوع معا خلال هذه الدقائق في هذه الحلقة المباركة مع ضيفينا الكريمين ولأول مرة الدعية الإسلامي المعروف حضركم عارفينه في التلفزيون المصري وفي القنوات المختلفة الدعية الإسلامي الأزهري فضيلة الشيخ الدكتور عطية محمد عطية أهلا بيك أهلا وسهلا موضوعنا يا دكتور أكرموا تأخرنا عليك معلش تبقى معنا إن شاء الله بإذن الله الله يبارك في حضرتك الله يكرم بارك الله فيك وأيضا معنا ابننا الكريم القارئ والمتهل بمصر والعالم العربي والإسلامي فضيلة الشيخ محمد فريد عامر السلام عليكم يا أهلا بيك كيف نبدأ اشتركوا في القناة